اكد صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة المستندة إلى تاريخ حافل بالشركات الاستراتيجية والتعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة الملك شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية رئيس الكومن ويلث وأشار سموه إلى الحرص الذي توليه مملكة البحرين على تعزيز روابط الصداقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات والدفع بمساراتها نحو أفاق أكثر رحابة تحقيقا للأهداف والتطلعات المشتركة في شتى المجالات مما فيها رياضات الفروسية وسباقات الخيل جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله صاحب الجلالة الملك شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية رئيس الكومن ويلث بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وعدد من أصحاب المعالي من كبار المسؤولين في جناح المملكة البحرين ضمن بطولة وينسور الدولية للقدرة وذلك في إطار حضور سموه مهرجان وينسور الملكي للفروسية بالمملكة المتحدة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظمى حفظه الله ورعاه وأشهد صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء بالحرص الذي يبديه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في المشاركة وأنجاله في المختلف مسباقات القدرة الدولية متمنيا لهم التوفيق ورفع اسم المملكة عاليا في كافة المحافل مؤكدا سموه أن مشاركة فرسان البحرين في بطولة وينسور الدولية للقدرة بالمملكة المتحدة ومنافستهم ضمن نخبة من فرسان العالم تعد فرصة للتأدلق واكتساب الخبرات وإبراز الإمكانيات العالية والمهارات المتقدمة التي يمتاز بها الفارس البحريني في ظل ما تشهده رياضة الفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين من تطور متواصل باعتبارها جزءا من التراث البحريني الأصيل وصولا إلى المستويات المشرفة وتحقيقا لتطلعات المرجوة معربا سموه عن الاعتزاز والفخر الدائم بمشاركات فرسان البحرين وما يقدمونه من أداء متميز في مختلف السباقات المحلية والدولية ونوه سموه بما يحظى به مهرجان وينتسور الملكيل الفروسية من مكانة مرموقة على المستوى الدولي وما يشهده من منافسات قوية عاما بعد عام في ظل مشاركة نخبة من الفرسان العالميين مشيدا سموه بالجهود التنظيمية والخبرات الطويلة التي تمتاز بها المملكة المتحدة في مجال تنظيم واستضافة سباقات الخيل والفروسية التي تسهم في إبراز السباق كأحد أهم السباقات وأعرقها على خارطة سباقات الخيل الدولية معربان سموه عن شكره للقائمين على المهرجان وتمنيات لهم بمواصلة التحقيق الإنجازات هذا وقد تابع صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء بطولة وينتسور الدولية للقدرة كما حضر سموه عددا من فعاليات مهرجان وينتسور الملكي للفروسية بالمملكة المتحدة بحضور صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنولف ومشاركة واسعة من الفرسان من مختلف دول العالم وقد شهد سموه تتويج الفائزين بالمراكز الأولى لعدد من السباقات ضمن المهرجان معربان عن تهنه لجميع الفائزين وتمنياته لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح في مختلف السباقات موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة